ما تعريف الابتداء وما أنواعه ومتى يكون البدء جائزا ومتى يكون غير جائز أيضا ما الفرق بين البدء الحقيقي والبدء الإضافي وأخيرا ما الفرق بين البدء التام والكافي والحسن وما هو البدء القبيح كل هذه الأسئلة تجدون إجاباتها في هذه الحلقة فتفضلوا بالبقاء معنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم من جديد إذن أيها الإخوة ما زلنا معكم ندرس باب الوقف والابتداء من منظومة المقدمة الجزرية وقد انتهينا بحمد الله من دراسة كل ما يتعلق بالقسم الأول منه ألا وهو باب الوقف والآن نصل لدراسة القسم الثاني ألا وهو الابتداء وكما أن الإنسان مطالب بأن تكون وقوفه جائزة وصحيحة لا تفسد المعنى كذلك ينبغي أن يحرص على أن يكون ابتداؤه جائزا أيضا فلا يصح أن يبدأ الإنسان من مكان يغير المعنى أو يجعله غامضا أو محرفا ولذلك قال الإمام بن الجزري في مطلع الباب وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء فبالإضافة إلى معرفة التجويد ومعرفة الوقف لابد لقارئ القرآن من معرفة الابتداء أيضا حتى تكون تلاوته منضبطة ومعانيه صحيحة الآن إخواني الكرام أول ما سنبدأ به في دراستنا لهذا المبحث هو التعرف إلى أنواع الابتداء فما أنواع لابتداء بتلاوة القرآن الكريم؟ إذن أنواع لابتداء بتلاوة القرآن الكريم في الحقيقة إخواني لدينا نوعان من البدء عندنا بدء اختياري يبدأه الإنسان بإرادته حرا مختارا وبدء اختباري أو تعليمي وذلك عندما يطلب الشيخ من تلميذه البدء بكلمة معينة للتدرب على موضوع معين إذن عندنا البدء الاختياري والبدء الاختباري ولا يوجد بدء اضطراري كما هو الحال بالنسبة للوقف حيث مر معنا أن القارئ قد يقف مضطرا لسبب خارجا عن إرادته كسعال أو عطاس أو ضيق نفس أو غير ذلك أما بالنسبة للابتداء فلا أحد يبدأ مضطرا إذن لدينا نوعان للبدء بدء اختياري وبدء اختباري والبدء الاختباري وهو التعليمي هو بدء جائز لأنه يتم لأجل التعليم والتدريب أما البدء الاختياري فحكمه يحتاج إلى تفصيل وهو الذي سندرسه الآن إذن البدء الاختياري إخواني ينقسم إلى قسمين عندنا ابتداء حقيقي وابتداء إضافي فالابتداء الحقيقي وقع في أول التلاوة سواء في الصلاة أو غيرها أما الابتداء الإضافي فتقدمه تلاوة ووقف في المجلس نفسه فالقسم الأول وهو الابتداء الحقيقي هو الموضع الذي يبدأ منه الإنسان تلاوته وهذا يعني بالتأكيد أنه لا يوجد قبله تلاوة والبدء الحقيقي إخواني يكون في الصلاة ويكون في غيرها فمثلا في الصلاة عندما ينتهي الإنسان من تلاوة سورة الفاتحة ثم يبدأ بتلاوة شيء من القرآن فمثلا يقول القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقف ثم يقول إن للمتقين مفازا فالبدء الذي جاء بعد الفاتحة هو بدء حقيقي لأنه لم يسبقه تلاوة ولكن قد يقول قائل بأن هذا المقطع سبقته تلاوة الفاتحة فكيف صار بدءا حقيقيا؟ الجواب إخواني صحيح أن سورة الفاتحة سبقته ولكن هذا لا يؤثر لماذا؟ لأن الفاتحة كل مستقل فالمهم هو أن البدء الذي جاء بعد الفاتحة على سبيل المثال إن للمتقين مفازا هذا البدء تم من بداية مقطع مستقل ولم يسبقه تلاوة من المقطع نفسه فهذا هو البدء الحقيقي وقد يكون الابتداء الحقيقي خارج الصلاة مثلا عندما يطلب من إنسان أن يقرأ القرآن في مجلس أو محفل فالابتداء الحقيقي يكون عند البدء بالآية الأولى مثلا يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا ثم بعد أن يقف للتنفس أو للراحة ويبدأ بقراءة الآية الثانية حدائق وأعناب يصبح لدينا ما يسمى بالبدء الإضافي لماذا؟ لأنه سبقه تلاوة ووقف في المجلس نفسه فهو بدء ولكنه إضافي أي تم بالإضافة إلى غيره فالبدء الإضافي إخواني هو البدء الثاني الذي يحدث بعد أن يتوقف القارئ للاستراحة وأخذ النفس إذن تكلمنا عن أنواع الابتداء بتلاوة القرآن الكريم لدينا الابتداء الاختياري ولدينا الابتداء الاختباري فأما الابتداء الاختباري إخواني لدينا الابتداء حقيقي جائز وعندنا الابتداء حقيقي غير جائز فأما الابتداء الحقيقي الجائز فيجب أن يكون بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها وأما الابتداء الحقيقي غير الجائز فيكون فيه البدء من وسط موضوع يجعل السامع لا يفهم أول الكلام إذن البدء الحقيقي الجائز يجب أن يكون من بداية الموضوع أو من أول القصة كأن يبدأ القارئ مثلا يا أيها الناس عبدوا ربكم أو في الصلاة مثلا بعد الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكل هذه الآيات البدء الحقيقي بها جائز لماذا؟ لأنها مستقلة بالمعنى عما سبقها ففيها بداية لموضوع أو قصة معينة أما البدء الحقيقي غير الجائز فهو الذي يكون من وسط موضوع معين كأن يبدأ فيقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أو أن يبدأ فيقول مثلا صم بكم عمي فهم لا يرجعون فكل هذه مواضع لا يصح البدء منها لأنها من منتصف الموضوع فالسامع إخواني لا يعرف من المقصود بهذه الآيات أو من الذين تنطبق عليهم هذه الصفات فلذلك وكما أنه من غير المناسب في الكلام العادي أن يبدأ الإنسان حديثه مع الناس من منتصف موضوع معين بحيث يجعلهم لا يعرفون موضوع الكلام كذلك الأمر بالنسبة لمن يريد أن يقرأ القرآن لا يصح أن يبدأ تلاوته من منتصف موضوع معين بل لابد أن يكون البدء من بداية الموضوع وبآية مستقلة بالمعنى عما قبلها فهذا هو الفرق بين البدء الحقيقي الجائز والبدء الحقيقي غير الجائز الآن ننتقل لدراسة الابتداء الإضافي والابتداء الإضافي إخواني إما أن يكون جائزا أو غير جائز فأما الجائز فهو إما أن يكون تاما أو كافيا أو حسنا وأما البدء غير الجائز فهو البدء القبيح الآن إخواني دعونا نتعرف إلى البدء الإضافي الجائز التام فالبدء التام هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما قبلها تعلق اللفظي ولا معنوي نحو البدء بأول السور ونحو أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه في سورة هود وهنا عندنا تنبيه في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام فالبدء التام هو أن يبدأ الإنسان التلاوة من موضع ليس بينه وبين ما قبله تعلق من حيث المعنى أو من حيث الإعراب كما في هذا المثال من سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين فجملة ولقد أرسلنا جملة مستقلة ولا علاقة لها بما قبلها من حيث المعنى أو من حيث الإعراب فهي تتحدث عن قصة جديدة أو عن موضوع جديد ولذلك إخواني إذا وقف القارئ أفلا تذكرون ثم ابتدأ ولقد أرسلنا فهذا البدء هو بدء إضافي جائز تام فهو بدء إضافي لأنه سبقه تلاوة ووقف في المجلس نفسه وهو جائز تام لأنه لم يتعلق بما قبله من حيث المعنى أو من حيث الإعراب ولو لم يكن قبله تلاوة لصار بدءا حقيقيا ثم قال في التنبيه في أول كل سورة من سور القرآن الكريم بدء حقيقي جائز تام وذلك إخواني لأن كل سورة تعتبر كلا مستقلا قائما بذاته فلا يوجد قصة أو موضوع نصفه في سورة والنصف الآخر في السورة التالية فلا علاقة أبدا لآخر كلمة في السورة المنتهية بأول كلمة في السورة الجديدة فلذلك إذا بدأ الإنسان تلاوته من أول السورة فبدءه حقيقي جائز تام لكن هذا البدء الحقيقي يمكن أن يصبح بدءا إضافيا وذلك عندما ينتهي القارئ من السورة ثم يتابع التلاوة دون توقف ويبدأ بالسورة التالية وأما النوع الثاني من أنواع الابتداء الجائزة فهو البدء الكافي وهو البدء بكلمة قرآنية بينها وبينما قبلها تعلق معنوي لا لفظي نحو إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا في سورة هود والبدء الكافي يصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي إذن إخواني الكرام البدء الكافي هو البدء بكلمة تتعلق بما قبلها من حيث المعنى فقط لا من حيث الإعراب كما في قصة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا فالبدء من كلمة فقال الملأ هو بدء كافي لماذا؟ لأنه لا علاقة له بما قبله من حيث الإعراب إنما التعلق الموجود هو تعلق معنوي فقط فهذه الآيات إخواني جاءت في سياق قصة سيدنا نوح عليه السلام والجدال الذي حصل بينه وبين قومه فيما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى ووجوب طاعته وبالمناسبة أغلب ابتداءاتنا أثناء التلاوة هي من النوع الكافي لأنها تتعلق بما قبلها معنويا لا لفظيا وهذا نلاحظه كثيرا أثناء التلاوة ثم قال يصح في البدء الإضافي ولا يصح في البدء الحقيقي يصح في البدء الإضافي أي أن البدء الكافي يصح في سياق التلاوة أو في وسط موضوع معين حيث يقف الإنسان ويبدأ مرات عديدة ضمن القصة الواحدة وكل هذه الابتداءات تكون من النوع الكافي بينما لا يصح في البدء الحقيقي وذلك بسبب وجود التعلق المعنوي فلا يصح أن يبدأ الإنسان تلاوته من وسط موضوع معين بحيث يجعل السامعة لا يفهم الموضوع وبناء عليه فليس للقارئ أن يبدأ بدءا حقيقيا من قوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا لماذا؟ لأنه بدء كاف فالسامع لن يفهم المعنى كاملا لأنه سبقه آيات وتوجد تفاصيل لم تذكر ولهذا السبب إذا أراد أن يبدأ بدءا حقيقيا فعليه أن يعود لبداية القصة أو لبداية الموضوع وأما النوع الثالث من أنواع البدء الجائز فهو البدء الحسن وهو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق اللفظي ومعنوي ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآي إذا بتدئ بها ابتداء إضافيا نحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون في سورة الصفات ونحو لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة في سورة البقرة فهذا النوع من البدء إخواني له شرطان الشرط الأول أن يكون على رؤوس الآيات والشرط الثاني أن يكون هذا البدء إضافيا فكما لاحظتم في هذين المثالين في المثال الأول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فكلمة وبالليل متعلقة بما قبلها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب ولو لم تكن رأس آية لما جاز لنا البدء بها وقد ذكرنا إخواني بأنه لا يجوز لنا البدء بدءا حقيقيا إلا بالبدء التام وهو الذي لا يتعلق بما قبله لفظيا ولا معنويا أما البدء الإضافي فيصح في البدء الكافي ويصح في البدء الحسن أما في المثال الثاني كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فهنا عبارة في الدنيا والآخرة البدء بها هو بدء حسن ورغم وجود التعلق اللفظي والمعنوي جاز لنا البدء بهذه العبارة وسبب ذلك هو أنها رأس آية وأما النوع الأخير فهو البدء غير الجائز وهو البدء القبيح وهو البدء بكلمة قرآنية بينها وبينما قبلها تعلق اللفظي ومعنوي في غير رؤوس الآي نحو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يقف ثم يبدأ فلما أضاءت ما حوله ونحو إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما يقف ثم يبدأ ما بعوضة فما فوقها والبدء القبيح إخواني كالوقف القبيح فكما أنه في الوقف القبيح يوجد تعلق اللفظي ومعنوي والمعنى الموقوف عليه يكون ناقصا أو خاطئا كذلك البدء القبيح فيه تعلق اللفظي ومعنوي والبدء به يعطي معنى ناقصا أو خاطئا انظروا الآن إلى المثال الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فالمعنى لم يكتمل هنا وكذلك الإعراب ولذلك لا يجوز لنا أن نبدأ مباشرة فلما أضاءت ما حوله لأنها متعلقة بما قبلها لفظيا ومعنويا ولذلك إخواني لا بد من العودة إلى البداية والمتابعة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم كذلك بالنسبة للمثال الثاني فلا يصح أن نبدأ من عبارة ما بعوضة فما فوقها لماذا؟ لأن ما تتبع الجملة السابقة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما أي مثلا من الأمثلة فبسبب وجود التعلق اللفظي والمعنوي وعدم وجود رأس آية صار البدء من هذا الموضع قبيحا ولو لاحظتم قال في التعريف في غير رؤوس الآي وهذا هو جوهر الفرق بين البدء الحسن والبدء القبيح ففي كليهما يوجد تعلق لفظي وتعلق معنوي إلا أن البدء الحسن جائز لأنه يكون على رأس آية بينما البدء القبيح غير جائز لأنه يكون في غير رؤوس الآيات وبهذا أيها الإخوة نصل إلى نهاية هذه الحلقة في لقائنا القادم إن شاء الله سننهي مبحث الابتداء من خلال التدرب على كيفية البدء الاختباري بعدد من الأمثلة القرآنية وحتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر